تتعاظم معضلات العملية السياسية كل يوم في العراق وأصبح استجواب الوزراء سلاحا يستخدمه كل من استطاع إليه سبيلا من النواب وذلك بدوافع مختلفة توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء بعد تحول منصة الاستجواب في مجلس النواب إلى آدات للتعبير عن الصراع السياسي بغية الانتقام من الخصوم بدأت ملامح الحرب الخفية بين البرلمان والحكومة بالظهور وبدأت دائرتها بالتوسع في اتجاهات متعددة يتبادل فيها السياسيون أدوار الهجوم والدفاع بحسب اللحظات الفارقة التي يعيشونها تحت قبة الهيئة التشريعية الأولى في البلاد كم هائل من الملفات والوثائق والمخالفات التي تخص جميع المسؤولين في شتى الوزارات هذا ما أعلن عنه الناطق باسم هيئة النزاهة عادل نوري بعد أن أشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر لعبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزيرة الصحة عديل حمود سيخضعون للاستجواب خلال الأسابيع القادمة التوظيف السياسي الذي يغلف دور الرقابة المزمع لأعضاء مجلس النواب يبدو أن دوافعه تعمل بطاقتها القصوى هذه الأيام فالبرلمان الذي أنشئ من أجل ممارسة دور رقابي على الحياة السياسية تحول بفعل الصراعات إلى أداة لتصفية الحسابات وهو ما ظهر جليا في مراحل استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي لن تنتهي المناكفات بين المسؤولين سريعا في ظل توتر الجو السياسي العام في العراق حتى يرضى الجميع عن الجميع وهو أمر بعيد المنهل فالعمل جار على سقي وزير المالية هوشيار زيباري من نفس الكأس التي شرب منها وزير الدفاع بعد أن تحدثت أوساط برلمانية عن عدم قناعة النواب بأجوبة الوزير زيباري بانتظار أسماء أخرى قد تحدد آفاق ما بات يعرف بسلاح الاستجواب